دخل شهر الخير والسرور ليلة عبداللطيف تبشر بالسعادة والمال والسلام وتبكي من شدة الفرح وتكشف ما سيحدث في شهر يناير كشفت العرفة ليلة عبداللطيف عن توقعاتها لما يحدث في شهر يناير 2024 قالت ان وشهر الخير والشهر الأسهل في العام قالت في تنبؤتها الأخيرة على قناة LBC اللبنانية كشفت عن توقعاتها لتدى الدول العربية مهمة فكشفت ليلة عبداللطيف أولا لتوقعاتها بالنسبة للسعودية توقعت ان تشهد السعودية انفراجة اقتصادية كبيرة في عام 2024 ووصفته بان العام المليء بالازدهار والانتعاش غير المسبوق على الرغم من وقوع بعض الكوارث زي الزلازل وانتشار الأوبئة تمكن السعودية من التغلب عليها وتكون هناك كثير من المفاجآت الإيجابية داني دولة سوريا توقعت ليلة عبداللطيف تشهد سوريا انفراج في العديد من أزمات وتعاني منها زي أزمة الميا والكهرباء والغذاء توقعت عودة العلاقات السورية التركية وتعاون المنظمات الدولية في تخفيف الأزمة ومن المتوقع تشهد العقارات في سوريا ارتفاع كبير جدا هناك أيضا مفاوضات تجارية بين روسيا وإيران والولايات المتحدة ومصر لحل الأزمة السورية وستلعب مصر دول الوسيط في هذه المفاوضات بالنسبة للمغرب توقعت ليلة عبداللطيف ان يشهد المغرب إبرام العديد من الاتفاقيات في عام عشرين وعشرين وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين توفير فرص عمل جديدة تعتبر هذه التوقعات إشارة إيجابية لإقتصاد المغربي ومستقبله المشرق قالت بالنسبة للسياحة في المغرب هتسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وكمان هتواجه السياحة في المغرب بعض الإشكاليات اللي بتحول نرحي الاستفادة كاملة من هذا القطاع الواعد لكن طبعا هتحل كل هذه الإشكاليات بالنسبة للمشاكل الأمنية قالت تعتبر المشاكل الأمنية أحد أهم التحديات اللي بتواجه السياحة في المغرب وشهدت البلاد بعض الأحداث الأمنية اللي أثرت سلبا على صمعتها كواجهة سياحية آمنة لذا يجب على الحكومة المغربية تعزيز التواجد الأمني وتعزيز السقة لدى السياح بالنسبة للبنية التحتية في المغرب قالت فيها قصور من مؤسر على تجربة السياحة برضو يجب أن تعمل حكومة على تطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات السياح وتحسين الخدمات المقدمة ده بنسبة برضو في السياحة في المغرب والبنية التحتية في المغرب قاد بالنسبة لإعلان والتسويق تعاني السياحة في المغرب من نقص في الإعلان والتسويق الفعال فيجب على الحكومة وقطاع الخاص لعمل على تعزيز الوجهة السيحية للمغرب وجذب المزيد من السياح انتعاش السياحة برضو قاد مع التركيز المتزيد على تطوير البنية التحتية والأمن من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة في المغرب انتعاشها كبيرة جدا تزيد الساقة لدى السياح وتزيد الاقبال على زادة المغرب كواجهة سياحية حل المشاكل الخاصة في المغرب الحالية اللي بتواجه السياحة برضو تساهم في تحسين البيئة السياحية وزيدة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي مع ارتفاع اصعار النفض في البلاد يمكن يكون لزاك تأثير اجابة على السياحة في المغرب وقد يتراجع عدد السياح اللي بيسفروا بالطيارة من معازل السياحة الداخلية ويزيد الاقبال على اكتشاف الوجهات المحلية في المغرب